مرحبا بكم أعزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الرابع كاملا طلاب أنتم مثل ما تعودتوا بالسنوات السابقة أن اليونت الرابع يعتبر يونت أو وحدة للمراجعة لمراجعة كل مواضيع اليونت بها بعض الأمور المهمة لكن معظم أنشطة اليونت الرابع أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي لذلك راح نحصر اليونت الرابع كله بحلقة واحدة نتعرف على الأشياء المهمة فقط ونترك الأشياء الغير مهمة أو الأنشطة الصفية اللي ما راح تفيدنا لا بالامتحان التحريري ولا امتحان الشفوي فبالبدايان كايلك بالمزمة تعتبر الوحدة الرابعة مراجعة للوحدات الثلاثة الأولى ومعظم أنشطتها للقراءة والاستماع والتحدث أي أنها أشيط تصفية وفيها بعض التمارين المهمة التي سنتطرق لها ونتعرف على أهمية كل 80 منها الآن نجي مثلا بالبداية بكتاب الطالب منطيني listening tip اللي هي خطوات الاستماع ووراها reading tip خطوات القراءة وراها writing tip خطوات الكتابة إلى آخره هذني كل هن خطوات أنا كاتب عليهم للاطلاع غير مهمات بين امتحان التحريري وامتحان الشفوي مجرد يليد وضح للطلاب أنه مثلا إذا تريد تستمع لمقطع صوتي عدك مجموعة من الخطوات أو إذا تريد تقرأ عدك مجموعة من الخطوات أو إذا تريد تكتب عدك مجموعة من الخطوات أو عدك مجموعة من النصائح اللي تفيدك بالكتابة لذني كل هنشطة صفية غير مهمة بامتحان التحريري وامتحان الشفوي الآن نطرق فقط للأشياء المهمة اللي ممكن تفيدنا بالامتحان فمثلا تمرير رقم 200 صفحة 59 اقرأ الأسئلة وقم بالإجابة عليها من خلال النص أسفل التمرين يعني منطيني تمرين بأسئلة ويقول لي أجب على هذه الأسئلة من خلال النص اللي أنا منطي كياب أسفل هذا التمرين فشوف إذن هنا نقرأ النص نوضح مفرداته وراها نجاوب على الأسئلة المتعلقة بي طبعا بعض الأساتذة يعتبر هذا المقطع النصي مقطع مهم يعني يعتبرو كقطعة مطلوبة بالامتحان وبعض الأساتذة يعتبرو فقط للقراءة غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي فإحنا مثل ما تعودنا سابقا أنا أروح أسأل للأستاذ أقول أستاذ أنت مطلوب من أدنى هذا التمرين أو مطلوب من أدنى هذه القطعة إذا طلبها من عندك لازم تحفظ الأسئلة المتعلقة بيها وإذا ما طلبها من عندك فهي فقط قطعة لتطلع هسأل جينا قراءها ونوضح مفرداتها Cleaner Street لشوارع عن ضف Whenever the weather was fine متى ما يكون الطقص جيد The three صالح brothers went out and rode around the street أخوة صالح الثلاثة يذهبون إلى الخارج ويجوبون الشوارع of their districts للحي الخاص بهم They tied large boxes onto their bicycles ويحزمون صناديق كبيرة على بايسيكلاتهم They picked up all the rubbish they could see ويلتقطون كل الزبالة أو النفايات التي يروها in the streets في الشوارع Friends came and joined them أصدقائهم أجوا وانضموا لهم These friends told their friends And by the end of the first year هؤلاء الأصدقاء أخبروا أصدقائهم ومع حلول نهاية العام There were more than 200 volunteers helping the green team clean up the streets بعد حلول نهاية العام أصبح عدد المتطوعين 200 متطوع يساعدون هذا الفريق اللي يسموه الفريق الأخضر Green Team هو الفريق الأخضر اللي يقوم بتنظيف الشوارع من النفايات Clean up the street بتنظيف الشوارع In the first 365 days في أول 365 يوم The brothers and their helpers had removed more than 10 tons of rubbish from the streets دول الفريق بخلال 365 يوم يعني خلال عام واحد قدروا يشيلون أكثر من 10 أطنان من النفايات من الشوارع Their work had created cleaner looking and better smelling هاي كلش مهمة عملهم هذا عملهم ساعد على خلق بأنظف Cleaner looking and better smelling streets وشوارع رائحتها أجمل The whole district was nice place to live in وأصبح الحي كله مكان لطيف للعيش فيه Later وفي وقت لاحق Companies took part and gave money and materials بعد وقت لاحق الشركات بدت تنطيهم أو قامت تشارك وياهم مع هذا الفريق الفريق الأخضر Gave money قامت تشارك بإعطائهم أموال and materials والمواد By the end of the second year ومع حلول نهاية السنة الثانية The green team had grown and had four vans هذا الفريق الفريق الأخضر اللي اسميناه الفريق الأخضر had grown أصبح أكبر and had four vans وأصبح لديه أربع شاحنات The brothers appeared on radio talk shows وذول الأخوة اللي بدأوا هذا المشروع ظهروا على برامج الراديو and on local national TV وكذلك التلفزيون الوطني أو القناة الوطنية The green team was a great success هذا الفريق حقق نجاح عوي الآن قررنا القطعة والله إحنا مفرداتها والآن نحل الأسئلة المتعلقة بيها شي يقول لي Why do you think the brothers and their helpers became known as the green team ليش اعتقادك أنت حسب رأيك أنت ليش ذول الفريق المتكون من الأخوة وأصدقائهم المساعدين الآخرين والمستطوعين الآخرين يسموهم الفريق الأخضر أنت باعتقادك ليش دائما إحنا اللون الأخضر يرمز لشيء جيد فأقول The way to describe something good هي طريقة لكي نصف فيها شيء جيد دائما اللون الأخضر يرمز لشيء جيد أو من الممكن أن يرمز للبيع فش أقول له أقول له As a sign هي علامة That they are improving هي علامة تثبت بأنهم يحسنون The environment هي علامة لكي تدل على أنهم يحسنون البيع دائما اللون الأخضر أما يرمز لشيء جيد أو يرمز للبيع النقطة الثانية How long did it take the green team to remove 10 tons of rubbish from the streets كم المدة التي استغرقها هذا الفريق الأخضر لكي يزيلوا 10 أطنان من النفايات من الشوارع كم المدة التي استغرقوا ثلاثمية وخمسة وستين يوم أو أقدر أقول له One year سنة واحدة سنة واحدة بسنة واحدة يمكنهم يشيرون 10 أطنان من النفايات How many vans did the green team have by their third year كم عدد الشاحنات التي حصلوا عليها هذا الفريق الأخضر بنهاية العام الثالث في نهاية العام الثالث يمكنهم يحصلون على أربع شاحنات فأقول له Four vans أربع شاحنات Name three things which prove the green team was a success يقول لك انطيني ثلاثة شغلات التي تثبت بأن هذا الفريق الأخضر كان عملا ناجحا أو كان عملهم ناجحا أولا أقول له Their work عملهم Had Created Cleaner Looking And Better Smelling Streets شنه يعني؟ يعني عملهم هذا العمل اللي قاموا بيه خلق شوارع رائحتها أجمل ومنظرها أفضل بالإضافة إلى ذلك أقول له They appeared هم ظهروا On Radio على الراديو إلى آخره الإنجازات اللي حققوها من خلال عملهم هذا أنه الشوارع أصبحت أنظر فرائحتها أجمل طلعوا على الشاشات إلى آخره وإذا يقول لي فقط ثلاثة شغلات أنطيني تثبت أن هذا الفريق كان عمله جيد هذا ما يخص تمرين رقم 2 هذا التمرين مثل ما وضحنا متعلق بالأسئلة اللي طلبها من عندي يقول لي جاوبها من خلال هذا المقطع النصي أمامكم الحلول حاولوا تحفظوها لأنها مهمة جداً إذا طلبها منعدكم الأستاذ كقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري اللي بعدها تمرين رقم 4 صفحة 60 يقول لي انظر إلى الإجابات وكتب أسئلة محتملة نحن بالعادة متعاودين أن ينطينا أسئلة ونجاوبها هالمرة عاكس هالآية يقول لي أنا منطيك أجوبة أريدك تسوي لي أسئلة متعلقة بهذه الأجوبة فعلى سبيل المثال يقول لي أنا لم ألعبها قطع أريد أن أتعلم ماذا أعتقدك أنت؟ السؤال المناسب لهذا الجواب لما يقول لي أنا أبداً لم ألعب هذه اللعبة أريد أن أتعلمها ماذا معناها؟ ماذا سألتها؟ نحن ماخدين سابقاً مال آيب نيفر زاعداً فعل تصريف ثالث تذكروها هي أحد أجوبة السؤال سؤال هو غد عار يو عاد زاعداً اسم الرياضة مثلاً تنس كم أنت جيد في رياضة التنس وقلنا أن هذا السؤال أما أجاوبة أقول له ايام كوايد غوود بعض الشيء جيد ريلي غود جداً جيد بيري غود جداً جيد الى آخره أو أستخدم الإجابة الثانية الإجابة الثانية التي أبداً لم أمارس هذه الرياضة مثل شنو مثل ما هذه الإجابة اللي منطيني إياها إذن هنا أنا أنطيت سؤال مناسب للجواب اللي منطيني إياها مثال ثاني I'd like to go to the beach أريد وأن أذهب إلى الشاطئ شن السؤال المناسب لهذا الجواب على سبيل المثال أقول له What would you like to do ما الذي ترغب بفعله شن تريد تسوي قول لي I'd like to go to the beach أو أقول له Where would you like to go أين تود أن تذهب هم يجاوبني I'd like to go to the beach نفس الفكرة إذن انطيت السؤالي المناسبات للجواب اللي منطيني إياها نقطة ثاثة I'd like some ice cream please أريد بعضا من الأيس كريم رجعا هذا الجواب إن جاوبه لأبو المطعم أو أبو الكافترية اللي إحنا قاعدين يمه فأقول له أنا أريد ice cream إذن هو الشئ أني قبلها يقول لي How can I help you كيف يمكنني أن أساعدك أنا أقول له أو أطلب من عنده I'd like some ice cream please اللي بعده At three o'clock في الساعة الثالثة هذا جواب الياس سؤال على سبيل المثال أقول له When is the match متى المباراة يقول لي At three o'clock في الساعة الثالثة I've got a toothache لدي ألم أسنان هذا جواب الياس سؤال هذا أخذناها أكثر من مرة إذا واحد يتألم أمامي أقول له What's the matter ما الأمر أو What's wrong ما خطبك إلى آخره What's the matter What's wrong What is it ما الأمر إلى آخره فهذا السؤال مناسب لهذا الجواب فهنا مثل ما طلب من عندي أخذت أسئلة مناسبات للأجوبة اللي منطيني إياها طلاب من الممكن من الممكن أني يجيني هذا التمرين على شكل وصل وصل الأسئلة ومنطيني مجموعة أسئلة هنانا ومجموعة أجوبة هنا فأنا لازم أوصل السؤال المناسب بالإجابة المناسبة لها فأحفظوهن خالف تيجيكم بالامتحان التحريري بالسؤال المتعلق بالتوصيل التمرين الأخير تمرين رقم 1 صفحة 65 اكتب مقطع نصي عن التغيرات في مدينتك منذ خمس سنوات هنا أنا كاتب عليك كاتب عليك إنشاء الوحدة الرابعة وللحفظ بعض الأساتب يطلبون هذا المقطع النصي كإنشاء للوحدة الرابعة هو صحيح موجود بالتمرين الأضافية لكن بعض الأساتب مثل ما وضحنا يجيب لها بالامتحان مع نصف السنة يقول لها اكتب مقطع نصي حوالي 80 كلمة باختيار هذا الموضوع التغيرات التي حدثت في مدينتك منذ خمس سنوات فأنت كطالب لازم تعرف شلو نتعبر عن التغيرات التي حدثت في مدينتك منذ خمس سنوات فعلى سبيل مثالة قلة مدينتي تغيرت كثيرا منذ خمس سنوات كانت اعتادت على أن يكون هناك مستشفى واحدة وبيضع مدارس لكن الآن هناك ثلاث مستشفيات والعديد من المدارس الشوارع أصبحت أكبر وأطول مما كانت عليه في السابق في الماضي والآن هناك العديد من الشوارع الحلقية أو نسميها الفلكة هناك العديد من المتنزهات للعوائل لم يكن هناك في السابق ملعب كرة القدم لكن الآن هناك واحدة هذا ما يخص كل متعلقات اليونت الرابع مثل ما وضحنا أن اليونت الرابع يونت المراجعة لاحظنا أن بعض التمارين بيه تمارين مهمة ومن الممكن أن تجيلي بامتحان نصف السنة هي التمارين هذه أغلب الأسعات إذا لم يتطرق لها لأنها تمارين شفوية أو غير مهمة لكن بعض الأسعات لا يطلبها من عدكم إذا طلبها من عدكم الإستاذ حال تحفظوهن وسجلوهن بالدفتر وتحفظوهن لأنه ممكن أن تجيكم بامتحان نصف السنة ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو سبسارة أو أضافة تحبوهن تقدموها تقدرون تتواصل معي لحسابات الموجودات في الفيديو في الوصف ترجمة نانسي قنقر